الطفل المدلل ان انا بعمله كل حاجة في ظهور بيبي جديد كان صغير او كبير مع وجود اي نقض ليك اخ بص ازاي بيعمل حاجات انت بتشوف تعملها او اي حاجة او حد مميز بيبدأ قاصد يئز الاخرين سواء كان في الكذب الانتقامي من اجل محاولة يزال الاخرين او في الفصل او بيحاول يزيب اي شكل من الاشكال بعد كده بيبدأ يمتح الاخرين مع عادة الاب والام عشان شايف اللي هم بيزوق وبيكون قاصد كنوع من انواع التمرض السلبي او النشوذ الدفاعي اللي هو يديهم دعيال صغير يا دكتور دعيال عندهم 3 سنين و4 سنين و5 سنين كل اللي حضرتك بتقوله ده بيدور في مخهم ده يعني لسه ما عندهمش القدرة انهم يتحكموا فرشة اسنانهم زي ما حالك بتقول ده احنا بنحلله بناءا على حاجات حضرتك قريتها ودرستها لكن هو الطفل او الطفلة في السن ده بيبقى واعي لكل التصرفات يعني كل الحاجات دي بتدور في مخه ده يبقى طفل عبقري وخلاص ما نضغطش عليه بقى احنا مش محتاجين نزاعده في اي حاجة كل الاطفال طالما هم اتولدوا معدهمش مية في المخ او ضمور في المخ او اي حاجة يبقى طفل سوي لو ما كانش عنده الحاجتين دول طيب هو طفل سوي هو طفل عبقري بمعنى الطفل هو بيرضع من والدته يعني كان في شهور بيكون فاهم بيبص على والدته ورأكشناتها ممكن يعود والدته وبرضع فبيشوف الأكشنات تنوا الصوت فبيتعلم ان ده حاجة صحة ولا غلط عشان كده بالله الاطفال هم صغيرين تعلم المشاهدة لما بيمد ايدهم مثلا هم بيعرفوا الأكشن ده حلوة الوحشة من الدحكة فالأب بيدحك والأم كالشرق فهو مش قادل يتوصل بصور عبقري اللي بيعمل بقى الحتة الفارقة انه هو يطلع عبقري زي امثلك يعني مثلا انا دايما بفتكر بيكاسو قالك انا لو كنت في الكنيسة ماما قلتلي كان زماني بقيت رئيس القصوصة انا لو كنت في الجيش كان زماني قادي الجيش بس انا بقيت فنان فبقيت بيكاسو فكلنا عبقرة اللي بيحدد ده اول ثمان سنين في الطفولة يتحط يقام على لفظي وبدني يتلوحة عبقري خلينا نتكلم بشكل عملي شوية دكتور النور يعني دلوقتي انا ازاي طبعا الاطفال لما يكبروا شوية تكلم على سبع سنين ثمان سنوات او غيره بحتاجين فكرة حنان الاب والام فكرة الحنان والتدليل دي حاجة مهمة جدا لانه الطفل بيشعر بالاطمئنان انه ابوه وامه بيحتوه وبيدوله مشاعر بتبني شخصيته وبتخليه واثق بالنفسه انا كاب وام ازاي اتعامل مع اولادي اديهم الحنان المطلوب والعاطفة في نفس الوقت لا اصل الى نوع من التدليل المفرط المعدلة دي الاباء والامهات يعملوها ازاي ايه المواقف اللي اتخليني اقول لولادي فعلا اديهم الجرعة المطلوبة من الامان والحنان وغيره وفي نفس الوقت لا افسد شخصيته طيب انا عايزين نبعد الحب والحنية والابن يحضنني كل يوم اول اربع سنين له هيبيو كامس لهو ليه علاقة به النمو المعرفي والزكاء والتركيز وقوة المراحظة الحب المنطقة لهبيو كامس الموجودة في المخ فعزين نبعد كلامة حلو جدا نبعد بقى ان نقول لناس ان فكرة الحب والاحضان كل دا والتعبير عن المشاعر لولادي دا مش تدليل زايد تماما احنا من التكلم عن تدليل زايد عدم تحمل المسئولة تماما المسئولة خاصة لو اكله طبقه كبايته سنانه انا مش هيكل ومش هيخسل سنانه وحيجيله سوسة وانا اللي هخده وما روح يوم الدكتور للأسنان لازم اعمل حيات دي طيب ولادنا هل بيكون قصدين يغلطوا او قاتق هو بيبدأ يجرب هو ما عندوش الشغف ان هو هي حسب يا جيناتك يا موضوع من التنشاء الاجتماعي قد يكون جيناتك هو مش عاستحمل مسئولة طلع الاب او الام طب وارد او من التنشاء الاجتماعي عشان هو صغير ما تعودش فبيبدأ يجرب لو ده جاب معاي نتيجة فيبدأ يبتزن عطفية لو حطيت لابني اكل هو مش عايز اكل فبيبدأ اجمل الاكل بحطه لجزرول بتاعب بشكل عينه حاجاتي اللي في الاول برضو مش متقبل بس سيب له اكل زي ما هو حاجة هموت مجوع بس لو فضلت تزن على طول بس هيجده صوت اغزيه طيب